من القاهرة ينضم إلينا الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحريص صحيفة الشروق المصرية بعد التحية سيد عماد طبعا مصر تبذل جهودا حثيثة ومكثفة لمحاولة التوصل إلى هدنة في قطع غزة قبل شهر رمضان المبارك يعني كيف ترى هذا التقدم في هذا المصار السياسي وأهمية ما يحدث لإقرار هذه الهدنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي لك ولكل أستاذ المشاهدين بطبيعة الحال الجهد المصري منذ اللحظة الأولى للأدوان الإسرائيلي مستمره حتى الآن وبطبيعة الحال أيضا هناك إصرار إسرائيل على الرفض أولا والمراوغة ثانيا وعلينا نتوقع استمرار هذه المراوغة حتى اللحظة الأخيرة الإسرائيليون منذ عام 48 وعام مرورا ب67 حتى الآن وهم بارعون مع من يدعمهم من الدول الكبرى في المراوغة السياسية والإعطاء حيات أن هناك تقدم من قبيل مثلا بالأمس قيل أنهم يحاولون لإدخال مساعدات إسرائيل تحاول أن تدخل مساعدات والولايات المتحدة تلقي مساعدات في حين أن المسألة ببساطة شديدة جدا هي وقف الإدوان مصر تحاول قدر ما تستطيع مواجهة المراوغات الإسرائيلية إسرائيل لديه هدف أساسي وجوهري منذ ظهيرة 7 أكتوبر وهو تهجير الفلسطيني ونهاء القضاء للفلسطيني ومصر لديه هدف جوهري وهو إفشال هذا المخطط حماية للشعب الفلسطيني وتزبيته في أرضه إسرائيل تقتل الفلسطينيين كل لحظة المصريون يدخلون عن مساعدات بكل أنواعها كل لحظة وبالتالي هذا هو جوهة السباق ووصلنا الآن إلى السباق الدبلوماسي الإسرائيليون يحاولون أنهم قدموا كما حدث في الأمس قالوا أننا قدمنا ردا على مقترحات والأمر يتوقف فقط على موافقة حماس من عدمه وكأن الأمر يوحي لمن يقرأ مثل هذه التقارير أن إسرائيل تجاوبت وقدمت أفكارا جديدة إسرائيل تريد في كل لحظة الحصول على مكاسب أكثر مما ينبغي وبالتالي كنا بصدد الوصول إلى وقف إطلاق نار يوم الإثنين الماضي كما قال يوم الإثنان غدا تبقى لمصار الحبيب الرئيس الأمريكي جو بايدن ثم جاءت مسبحة الجوعة أو مسبحة الخبز في شمال غزة لتعقد الأمور وتكشف الواتح الحقيقة لإسرائيل الذي ما زال البعض لا يريد أن يراه حتى هذه اللحظة أظن أن مصر اليوم تواصل بزل الجهد الدبلوماسي ومحاولة تقريب وتيات النظر حتى نصل إلى حل معقول يلبي قدر الإمكان أولا وقف العدوان الإسرائيلي ولجم هذا العدوان حتى تتوقف مكينة القتل الإسرائيلي لكن علينا أن نتوقع استمرار المراوغات الإسرائيلية في كل لحظة نعم يعني في ظل هذا التضييق الذي يتم كما تحدث سيد عماد حول الفلسطينيين المتوجدين في قطاع غزة طبعا هنا يعني محاولة تصليح الأرض كما نعلم تدمير كل البناء التحتية أيضا محاولة خنق قطاع غزة والتضييق على أهل قطاع غزة لذلك كيف ترى الدور المصري الذي أفردت له مصر في الشهور الماضية منذ بداية هذه الأزمة يعني إمكانيات هائلة لمحاولة توفير إمدادات غذائية إغاثية لأهل غزة عبر معبر رفح الذي ظل مفتوحا طوال 24 ساعة وهذا يعني خفف كثيرا حقيقة من هذا التضييق والمعاناة التي يعانيها أهالينا في قطاع غزة أخي الكريم أذكرك وأذكر أستاذ المشاهدين أنه منذ بذل عدوان وحتى ثلاثة أسابيع بعد بداية العدوان كانت إسرائيل ترفض رفضا تاما دخول أي مساعدات ونتذكر قول وزير الدفاع الإسرائيلي حينما قال لا ماء لا كهرباء لا دواء لا خبز لا أي شيء وثمعنا كل قادة الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية هم يؤكدون على هذا المعانى عالنا وبالمناسبة هذا أحد المعانى التي استندت إليه محكمة العدل الدولية في إدانة الجرائم الإسرائيلية المستمرة مصر رفضت إخراج كان المطلوب من مصر في هذا الوقت إخراج الدبلوماسيين الأمريكيين والدبلوماسيين الأجانب وحملة الدنسية المزدودية من قطاع غزة مصر رفضت هذا الأمر بإصرار وربطته ربطا وضحا ببدء دخول المساعدات إلى القطاع وبالتالي تحقق هذا الهدف المصري في البداية بشاحنات عدد شاحنات قليل كان 50 شاحنة على ما أتذكر وصل في بعض الأوقات إلى 260 و270 شاحنة في الأيام الماضية وبالتالي مصر رفضت الاستديابة للضغوط الأمريكية والغربية والإسرائيلية لإخراج الدبلوماسيين قبل أن يدخل المساعدات مصر واجهت عراقين كثيرة من الجانب الإسرائيلي في مسألة إدخال المساعدات خصوصا قصف معبر رفح أكثر من مرة التضييق على الإصرار على التفتيش البطيء جدا للمساعدات إدخالها عبر بعض المنافذ الإسرائيلية ترتيب مظاهرات عبر المنافذ الإسرائيلية لعدم إدخال المساعدات قبل إخراج الأسرة كل هذه كانت عراقين ممنهجة وصولا إلى مسبحة الخبزة أو مسبحة الجوعة في حي النابولسي أو دوار النابولسي الهدف الجوهري من وجهة نظر في هذه المسبحة كان محاولة أخيرة لتهجير الفلسطينيين كانت هي رسالة تقول لهم حتى لو لم تشاركوا في القتال حتى لو كنتم تريدون الطعام فقط فسوف نقتلكم وبالتالي لا أمل لكم إلا الهجرة والخروج من قطاع غزة وبالتالي بدأنا نرى الجهد المصري المتقدم في الإسقاط الجوي للمساعدات بالشراكة مع الأردن وقطر وفرنسا والإمارات هذه كلها بالمناسبة الحرب ليست فقط بين الجيش الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية أو الشعب الفلسطيني هناك حرب دبلوماسية عاتية تخوضها مصر أيضا وبعض القوى الشريفة المحترمة في محاولة تثبيت الفلسطينيين على أرضهم حتى لا ينجح المخطط الإسرائيلي بإخراجهم من هذه الأرض إذن في هذا المخطط غزة كانت تواجه طبعا منذ بداية هذه الأزمة سيد عماد كما تعلم كانت تواجه مخططا ممنهجا من قبل الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية التهجير القصري لهذه قطاع غزة لكن تصدت مصر بشكل واضح لهذا المخطط الممنهج وصارت على إثرها الدول المختلفة الدول الأوروبية الدول العربية صارت مع مصر في عدم تنفيذ مثلها كذا مخطط فكيف ترى هذه نقطة بالتحديد؟ بطبيعة الحال لا تذكر أن الولايات المتحدة في بداية العدوان لم تكن تمنع في التهدير دول أوروبية رأينا تقارير وأوروبية إعلامية وترويج إعلامي وتسريبات ممنهجة ودقوبة لفكرة وكانت التسريبات عبارة عن سؤال وما المانع عن تستضيف مصر بعض هؤلاء اللاجئين حتى ينتهي العدوان وكأن الناس لم يقرؤوا ما حدث في 48 هو نفس ما قيل مع نجبة طبعا نعم قيل للفلسطين وقتها اخرجوا وستعودون بعد أسبوع أو أقل وخرجوا حاملين المفاتيح وما زالت الأديال تتوارث حمل هذه المفاتيح حتى لا لكنهم لم يعودوا هذا هو نفس المخطط مصر فطنت لهذا الأمر مصر ضغطت بكل ما تملك من وسائل دبلوماسية ووسائل مختلفة على كل القوى إلى أن وافقت الولايات المتحدة وخرج البيت الأبيض بأكثر من بيان يقول أنه يرفض التهدير القصر وكان هذا تقدما دبلوماسيا مهمة لكن أيضا هناك سباق آخر وهو محاولة منع الإسرائيل من تنفيذ مخططة لأن الفكرة الإسرائيلية الجوهرية في هذا الأمر تقوم على تحويل قطاع غزة إلى مكان غير قابل للحياة بعض المسؤولين الإسرائيليين بعد الفطر وأن خسارة مصر قد تكلفهم الكثير بدأوا يتحدثون عن أنهم لا يريدون تهجير الفلسطينيين وأن إسرائيل أرسلت بعض المبعوثين للقاهرة لطمأنة مصر لكن ما يهمنا في هذا الموضوع باختصار هو ما الذي يحدث على الأرض حينما تمنع دخول المساعدات وحينما تقيد دخولها وحينما تقصف الناس وحينما تقتلهم جوعا وليس فقط بالنصاص وحينما ترتكب كل هذه الجرائم المستمرة فأنت تنفذ مخطط التهجير بطبيعة الحال وبالتالي يأتي الإصرار على محاولة الوصول إلى تهدئة وهدنة مؤقتة وصولا إن شاء الله إلى محاولة تحويلها إلى دائمة في إطار المحاولات المصرية الدؤوبة لإفشان المخطط الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين من غزة وتصفية القضية الفلسطينية أشكرك هذه التفاصيل واضحة كنت معرفيها من القاهرة الكاتب الصحفي عمد الدين حسين رئيس تحريص صحيفة الشروق المصرية أشكرك شكرا جزيلا اشتركوا في القناة